بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة النهاردة ان شاء الله هنكمل الخواص الميكانيكية بتاعت السويل في كورس السويل استوليزيزيشن والنهاردة هنتكلم على حاجة جديدة في بارت 5 اللي هو الشير سترينز بتاع السويل فاحنا هنتكلم الاول على السويل سترينز او مقاومة الطربة بنقول when a soil is subjected to vertical and lateral stresses deformations in different directions may occur يعني ايه؟ يعني انا عندي طربة كويس وانت حطت عليها احمال ان كانت احمال normal او احمال ميلة ايا كانت فالسويل نفسها هيبتدي يحصل لها ايه؟ يحصل لها deformation يعني عندي حبيبة هي وحبيبة هي حبيبة دي عايزة الزحلة على مين؟ على الحبيبة ديت واضح؟ طيب ال poor water pressure and water content of the soil may also change انا لما بضغط هنا انا عندي مية ممكن المية تتحرك ويحصل تغير في ال water content بتاعت السويل وبالتالي ضغطها كمان when the stresses exceeds a certain limits a combined by a certain strain failure of the soil a يعني انت عملها تضغط 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 من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا والطربة مسكة نفسها هدي يجي عند حد معين ايه اللي هيحصل؟ الطربة مش هتقدر تقاوم الانزلاق ده فتبتدي يحصل لها ايه؟ تبتدي ده ينزلق عليها او يحصل failure this failure is usually characterized by movement of the affected soil mass by slip along a certain plan يعني بيحصل مستوى معين بيحصل فيه الانزلاق ده وده اللي بيسموه الشير مين plan يعني انا لو عندي تربة كده وعمل اضغطها كده واضغطها كده واضغطها كده ممكن تيجي في الاخر يحصل لها انزلاق على المستوى ده المستوى اللي احنا انزلقت عليه التربة ده بيسموه الشير مين plan او مستوى القص اللي بيحصل فيه الانهيور طيب التربة خلاص اتفقنا ان هي هتقاوم مبدئيا الانزلاق طب ايه البرامتر اللي هي بتأثر معايا قوي اولا الصغل يا جماعة تعتبر frictional materials يعني مواد تعتبر خشنة عشان كده strength فتاحها لازم يعتمد على applied mean stresses اه ازاي الكلام ده يحصل لو تستقر في السنوية لما بيبقى عندك انت قالك فيه فرصة هنا اسمها مثلا بي واحد فبيبقى ليها رد فعل اسمه مين ها r كويس وانت اصرت عليها بقوة كده فهذا الجسم مش هتحرك ليه مش هتحرك عشان فيه هنا مين ها فيه احتكاك كويس تفضل تزوء تزوء لحد ما بتوصل لاقصى حاجة او اقصى مقاومة هنا ان يحصل انزلاق على الشير plan دوت تبتدي تتحرك ففي الحالة دي الشير بتاعي اللي هنا اللي هو بيسموه tau بيبقى اصلا عبارة عن معادلة في مين في الحمل النورمال اللي هنا يعني ده كان عبارة عن معادلة في الحمل اللي هو البي اللي هو بنسميه sigma بتاعتنا اللي هي التاو بتساوي السيجما ديت وكنا بنقول ان العلاقة عبارة عن تان فارس والفاي دي كنا بنقول زاوية الاحتكاك ما بين الجسم والمكتب اللي محصوط عليه تاني حاجة strength is controlled by effective stresses اه مدام المقاومة بتاعتي هيتحكم فيها الاجهادات المؤسرة يبقى هلازم ما اخد ايه الوتر بريشر ما اشتغلش على التوتال بريشر لا انا هاشتغل التوتال وبعدين اجيب الوتر بريشر اللي هو اليو عشان اقدر اجيب السيجما مين داش اللي هي بتساوي السيجما نقص مين اليوم soil strength depends on drainage ودي نقطة مهمة جدا خلي بالك من قومة التربة برضك بتعتمد على التصرف بتاع المية او المية ازاي بيحصل لها صرف من الفراغات different strengths will be measured for given soil z اول حاجة deforms a constant volume ودي بيسموها on drain يعني عندنا drainage بتاني في عندي حالتين يا اما التشوهات اللي بتحصل عند تغير او الحجم بتاعي ما بيحصلوش اي تغير constant volume طالما حصل constant volume يبقى دي الحالة اسمها ايه undrained يعني ايه undrained يعني ملهاش ما بتتصرفش مية ما بتخرجش منها دي undrained عشان كده بقولي drainage ممكن تبقى undrained وممكن تبقى ملهم drain امتى بقى الدرين يحصل لما deforms او التشوهات ديت without developing excess poor pressure لما بيبقاش في مين زيادة في اجهادات الايه excesses poor water pressure او الاجهادات البينية ما بين الحبيبات بتاعت الصائل طيب طبعا عشان نتكلم في الشير لازم نعرف المور column failure criteria لو انا عندي جسمين بالشكل دوت او حبيبتين طربة وعليها normal normal force بالشكل ده كويس وابتدت اديها force هنا هوت يعمل لها شير او يزحلقها هنا فبيرد عليها باتنين التاو limiting shear stress اللي هي shear strength او soil strength بتتاخد بالمعادلة اللي قدامي ديت اللي هي عبارة عن c زائد sigma n tan mean phi حيث c cohesion and phi whole friction angle يعني لو عايزين نتكلم على shear parameter of soil ايه هم عبارة عن حاجتين c اللي هو التماسك بتاع الصائل وتاني حاجة مين phi اللي هي زاوية الاحتكاك الداخلي بتاع الصائل يعني ولازم برضك نفرق ما بين حاجتين ايه الفرق بين shear stress وال shear strength كلمة shear stress يا شباب يعني اي قوة انا حطيت دي حتة soil هنا هوت كويس وبعدين ايه اصرت عليها ده بيسموه shear stress ليه عشان هو موازي للايه للمستوى بتاعه ده اسمه shear stress كلمة بقى shear strength هو مقاومة التربة مقاومة او مقاومة هنا الجسم ده انه هو يتزحلى يعني shear strength المقصود بي ايه مقاومة التربة للانزلاق للشير stress اللي قدامه ده ده الفرق بين كلمة shear stress وشير strength بتاع السويل شكرا 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 شكرا